السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تنال كل التفسيرات التي أقدمها على إعجابكم تفسير النهاردة هيكون عن رؤية الماء العكر أو الماء الوسخ في المنام أولا ما معنى رؤية الماء العكر في منام العزباء إذا شهدت العزباء في منامها ماء عكر فيشير إلى بعض المتاعب التي تواجهها وفي حالة أن الماء نظيف يشير إلى دلال على الخير وتيسير الحال رؤية العزباء أنها تقوم بتنظيف الماء العكر هو تفسير إيجابي يشير إلى أن الرأية ستقع في الكثير من الأحزان والمتاعب في حياتها لكنها سوف تتغلب عليها وتتخلص منها بشكل ناجح وأن حياتها الحزينة ستنتهي وتبدأ حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور والرزق الواسع الحلال يمكن أن يدل الماء العكر أيضا في منام المتزوجة باختيار خاطئ في حياتها سوف تختار وسيكون سبب في جلب الصعاب والمتاعب لها تفسير رؤية الماء العكر للمتزوجة الماء يفسر بشكل عام في منام المرأة المتزوجة باستقرار في حياتها والعيش بسعادة مع زوجها وأولدها أما رؤية الماء العكر في منامها فهذا يشير إلى الأحزان وفسره بعض العلماء بوجود علاقة غير سوية بينها وبين زوجها وحدوث العديد من الخلافات بينهما موظم العلماء الأفاضل أشاروا أن تلك المرأة المتزوجة تعاني من مشاكل وهموم عديدة في حياتها الأسرية سواء مع زوجها أو مع أولدها أما إذا كانت تنتظر حمل وراءة أنها تمشي في الماء فيدل على حدوث حمل في أقرب وقت تفسير حلم الماء العكر للمرأة الحامل يمكن أن نعتبر هذا المنام هو حالة نفسية حيث تشاهد هذا المنام نتيجة لحالتها النفسية السيئة قبل النوم في بعض الأوقات فمثل هذه الأحلام تعبر عن الطاقة السلبية الموجودة في حياة الإنسان وتعكس حالة العقل الباطن الذي ينشغل بقصرة التفكير وقصرة المشاكل لذا من الأفضل عدم تفسير الأحلام المزعجة إذا كانت رؤيتها في ظل ظروف صعبة تمر بها الرأي إذا حلم شخص في منامه أنه شرب ماء عكر وله رائحة كريهة فأجمع العلماء على أن هذا الحالم يكسب من خلال عمل أموال غير مشروع أما إذا رأى الشخص في منامه أن ماء عكر أو ماء وسخ غير نظيف يخرج من البيت فيدل هذا المنام على تخلص الرأي من أحزانه وإذا كان مريض تخلصه من مرضه أما إذا كان العكس وهو أن الماء العكر أو الوسخ يدخل البيت فتلك إشارة للأحزان والهموم سواء هموم في عمله أو مع زوجته أولاده إذا شهد الشخص في منامه أنه يقع في ماء عكر فيدل على أنه سوف يأخذ دين من شخص أما إذا وقع حتى وصل إلى القاع فيفسر بالهم والحزن والمشاكل التي لا نهاية لها الإغتسال بماء عكر فقد يكون دلالة بأن الرأي يعمل عمل غير حلال وبعض العلماء فسر بأن وقوع الحالم في مشاكل وهموم كثيرة ولكن سيتخلص منها ويزول وسيعيش حياة سعيدة خالية من أي هموم وإلى هنا تنتاه حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته